وكمان في نقطة تانية انا مش قادر استوعب ولا افهم ان لما يحصل خروج عن النص الفترات طويلة جدا محدش بيعترض اول ما الامر يكون متعلق بلاعب في الاهلي او متعلق بالاهلي طلع يا سيد اكتاب الدين من الشنطة ويبدأ اتكلم يعني انا مش قادر استوعب والله بجد الفكرة في حد ذاتها لما المعايير والاسلوب اللي ممكن البعض يتناول به قضية بتختلف معاييره من موضوع لموضوع رغم ان القضية كلها واحدة يعني التجاوز هو التجاوز هتنتقد هنا يبقى تنتقد هنا ما انتقدتش هنا وبتنتقد هنا يبقى هنا فيه امر ما هنا فيه امر ما مش عارف يعني هل المهنية اللي انا يبقى عندي معايير متضربة انا عارف ان في بعض الناس ممكن ان جينات المدرج لسه متقصلة فيها والتشجيع جواها لسه مؤثر فيها وفي بعض القضايا ما بيقدرش يخفي انتماؤه وكلنا عارفين ده ولكن في النهاية ما هو الكلام ده يا جماعة بيؤثر بشكل سلب على الجماهير فمهم جدا الفترة اللي جاية المعايير والمصطرة تبقى واحدة حتى لو جينات المدرج ممكن تكون مؤثرة فيك بالشكل ده اتمنى الفترة الجاية تكون المعايير واحدة وزي ما قلت النادي الاهلي تقدم بسلسة شكاوي وبالتأكيد لغاية اللحظة الاخيرة مدافعا عن لعب محمودة قهربة احد نجوم القرى المصرية ونجم النادي الاهلي وللأسف كمان كان فيه تجاوزات ضد مسؤول النادي الاهلي لكن اكيد ادارة النادي الاهلي بتعرف تجيب حقها بشكل كويس جدا تبقى لللوايح والقوانين